الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمي حيثما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقدم في هذا المقطع القصير إن شاء الله جدا وإن شاء الله واضح طريقة معالجة مشكلة الارتباط الذاتي Correction of Auto Correlation Problems فعند الآن معالجة مشكلة الارتباط الذاتي أو الارتباط التسلسلي هناك الآن معالجة النموذج الرياضي يعني واحدة من الطرق أن نعالج النموذج الرياضي المستخدم في تحليل الظاهرة من التشوه الممكن إذا لم يكن مناسبا للظاهرة نفسها وقد ذكرت الآن بالمقطع السابق أحبت ارجعوا إلى المقطع السابق اللي هو يعني مشكلة الارتباط الذاتي قدمته بواسط برنامج الأكسل وقدمته بواسط برنامج الـ Powerpoint ذكرت الآن كما أؤكدنا بأن سوء توصيف النموذج بـ Specification قد يؤدي إلى وجود اتباط ذاتي بين البواقع إما من خلال التوصيف غير المناسب للنموذج القياسي كما ذكرت ذلك في المقاطع السابقة أو من خلال حذف متغير مناسب لأن عدم صراحية النموذج يشوه النتائج التي يصل عليها الباحث وبناء ذلك يستوجب التأكد من صراحية النموذج المستخدم في الباحث هذه يعني إحدى الطرق المهمة جدا التي يتنبه إليها الباحثون عادة طريقة ثانية إذا كانت قيمة معامل الارتباط البواقع نسميها روهات هيتذكروا حسبناها بواسط برنامج الأكسل وضمنتك ذلك الأمر في مقطع سابق بواسط بواربوينت إذا كانت قيمة معامل الارتباط الذاتي للبواقع معروفة وبافتراض أن العلاقة الرياضية إذا كانت هذه صالحة Y تساوي A زائد B في X تساوي هنا الإررر الإبسيران سابت T إذا كانت هذه صالحة الفترة T فإنها تكون صالحة في الزمن T نقص واحد له الفترة السابقة أي أن الآن Y تساوي A زائد B في X تساوي T نقص واحد زائد الإبسيران أو T تساوي T نقص واحد معنى آخر إذا كانت هذه صالحة في الفترة T فإنها تكون صالحة في الفترة T أو السابقة أو اللاحقة وبيانت الآن أن على سبيل المثال لدينا هذه البيانات لدينا عن المتغير المستقل X سابت T 7 6 5 9 وهكذا إلى 140 و Y سابت T المتغير التابع 8.5 8 7 أو هكذا إلى أن نصل إلى سالب 1 9 2 هذه الآن قمنا بتقدير معلمات النموذج اللي هو من هذا الشكل أحبك من هذا الشكل ووجدنا بأن معامل الارتباط بين البواقي معامل الارتباط بين البواقي هنا روها تساوي 0.7 831 وبالتالي عندما أدخلنا صيغة الدوربين واتسون وجدنا بأن قيمة دوربين واتسون هذه تساوي 0.4 3 3 8 وهي أقل من القيم الدنيا مقابل 15 زوجا مرتبا هاي عند الأزواج مرتبا 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 مقابل الآن عندما نذهب إلى جدول دوربين واتسون القيم دوربين واتسون فوجدنا بأن هذه القيمة أقل من قيم الدنيا مقابل 15 زوجا مرتبا ما يعني بأن هناك ارتباطا ذاتيا موجب القيمة بين أخطاع عشوائية ما يستوجب مننا أن نصحح هذه المشكلة كيف صحح الآن؟ نتابع نقوم الآن بإعادة ترتيب البيانات عن نحو الآتي طبعا بالاعتماد على أن قيمة روهات وتأكدنا من أن روهات يتمتع أو يتميز بمعنوي إحصائي عالي وأن دوربين واتسون تشير بأن هذه القيمة الآن فاصلة 7 8 3 1 هو ارتباط ذاتي موجب بين البواقع ما يعني الآن في عندي مشكلة ارتباط ذاتي الآن هذه البيانات لاحظوا لي أنه يعني تتكون هذه البيانات من 15 زوجا مرتبا الآن ما الذي سيحدث عندما نعيد ترتيبها حسب حاجتنا نبدأ الآن أكس تي لاحظوا لي بدينا من الستة يعني عندي الآن ستة خمسة تسعة إلى الأخير مي وأربعين في حين أن أكس صبتي ناقص واحد بفترة سف بدينا من السبعة وانتهينا إلى المية وتسعة يعني بدينا الآن بالنسبة لأكس من ستة إلى الأخير في حين أن أكس صبتي ناقص واحد من السبعة إلى قبل الأخير أوكي وهي الآن عندما نضرب أو يعني نطرح الآن أكس هذه مطروح منها حاصل ضرب رو هذه 0.7831 أي فاصل 7.8 بالقيم هذه ننتج الآن تنتج هذه القيمة الآن هذا المتغير المستقل بالنسبة أنه هو عبارة عن حاصل الفرق بين أكس تي وحاصل ضرب رو في أكس تي سالب واحد ثم الآن بالنسبة لواي نبدأ من واي تي الثانية ثمانية لاحظوا لهنا هذه الثمانية هذه الثمانية نبدأها من ثمانية اللي هي القيمة الثانية حتى الأخير في حين أن واي صبتي ناقص واحد تبدأ من الأولى حتى قبل الأخير اللي هو هنا الآن عندما نضرب يعني نطرح هذه القيمة منها حاصل ضرب رو هات بهذه القيمة نحصل على ما يلي الآن واي صبتي ناقص رو في واي صبتي ناقص واحد نصل على هذه القيم الآن نقوم بعملية انحضار هذه القيم كمتغير مستقل على هذه القيم كمتغير تابع لاحظوا يعني أعيد هنا كيف حصلنا على هذه القيم هذه القيم الأصلية تبدأ من سبعة ثم تنخف إلى ستة تنخف إلى خمسة ثم ترتفع إلى تسعة تنخف إلى سبعة عشر إلى الأخير مئة واربين أما واي تي تبدأ من ثمانية ونص ثمانية سبعة حتى الأخير سالب واحد تسعة اثنين وجدنا من خلال انحدار بسيط بأن دوربنواسو تشير إلى أن البواقع مرتبطة بين بعضها البعض بمعامل ارتباط موجب القيمة قيمته صفر لفاصلة سبعة ثمانية ثلاثة واحد لابد لنا أو علينا أن نعالج هذه كيف نعالجها؟ الآن ببدأ من أكس الثانية للأخير من سبتي إلى مئة واربعين ثم الآن أكس سبتي ناقص واحد اللي هي الفترة السابقة من سبعة إلى قبل الأخير حتى تكون أزواج مرتبة متناسبة ومتساوية بالعدد وهنا الآن عندما نضرب هذه القيمة أكس سبتي ناقص واحد في روه لكل القيم ومنطرح طبعا هذه من حاصل الضرب بطلع عندي هذه القيم تنتج هذه القيم عندي بالنسبة لواي تي نقوم بالعملية ذاتها نبدأ بالثانية حتى الأخير ثم بالنسبة لواي سبتي ناقص واحد نبدأ بالأولى لقبل الأخير بواحد واحد هذا هي ونقوم بضرب رو اللي هي هذه القيمة بواي سبتي حتى نحصل على الفرق بين واي تي وسالب رو في واي سبتي ناقص واحد نحصل على هذه القيمة إذن الآن الانحدار البسيط هو هذه القيم على هذه القيم دعنا نرى الآن نجري الآن عملية الانحدار كما يأتي واي سبتي ناقص رو في واي سبتي كما ذكرت تساوي ايه في واحد ناقص رو زائد بي في اكس تي ناقص رو في اكس تي ناقص واحد طبعا يعني أهملت وضع الارر هون تحصيل حاصة بدل يذهب يمكن تسمية المعادلة الجليلة كما يأتي بدأ أسمي هاي القيم واي يعني المتغير الناتج عن الفرق هنا واي تي سالب رو في واي تي سالب واحد سميتها واي تلدة واي تي دلدة تساوي ايه هذه تبقى كما هي ايه في واحد ناقص رو زائد بي تبقى كما هي بيه هذه الآن الفرق بينها تهم سميتها اكس تي تلدة معنى آخر هذه الآن هي واي تي تلدة وهذه الآن اكس تي تلدة كانت نتيجة الانحدار كما يلي هذه النتيجة واي تلدة الآن تي طبعا واي تي تلدة تساوي فاصل سبعة 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 اثنين سالب فاصل صفر أربعة صفر اثنين في تلدة طيب الآن حصلنا عليها طبعا تأكدنا من معنوية الاحصائية بأنها الآن يعني هذه تتمتع بمعنوية الاحصائية عالية جدا وكلها ياتها مقبولة لكن نريد ايه كيف نحصل على ايه كما يلي اذا كانت ايه في واحد ناقص رو معلومة قيمته بالنسبة لدينا فإذا ايه هات تساوي واحد هذه الواحد هنا ناقص وضعنا قيمة رو بتساوي هذه القيمة لاحظوا ليهاي صفر فاصلة سبعة 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 اثنين وضعنا هنا قيمة رو وتساوي هذه القيمة إذا ايه هات تساوي ثلاثة فاصلة خمسة ثمانية ثلاثة اثنين بالمستقبل القديم إن شاء الله سأبين كيف نحسب فعلا واي تي على اكس تي بعد المعالجة إن شاء الله في مقطع لاحق يعني ما حبيتش يكون إن شاء الله إنه هذا المقطع طويل أكثر من لازم حتى تعلموا أحبيت الطلب والمتابعين كيف نعالج مشكلة التباط الذاتي أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع والمقطع القادم بإذن الله سيكون أكثر تفصيلا بإذن الله تعالى وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة